اشتركوا في القناة والمؤشرات ليوم الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر من العام الفين واربعة وعشرين اذا اخوائي العزاء قبل ان ابتدف فقرة التحليل الفني والاقتصادي نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا اخوائي العزاء خبر هام جدا على اليورو يصدر في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة هو خبر مؤشر اسعار المستهلكين الالماني ومن ثم في تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة مساءا لدينا خطاب للسيد ماكلم محافظ بنك كندا المركزي اذا اخوائي العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونشاهد ان مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يستمر بموجته التصحيحية الصاعدة وحتى اللحظة اخوائي العزاء بقاء الاسعار ادنى مستوى المائة واثنين لا يزال يضع مؤشر الدولار الامريكي تحت الضغط ولن تمتد التصحيحات الايجابية لمؤشر الدولار الامريكي الا اذا نجحت الاسعار بتخطي مستوى المائة واثنين حينها قد نشاهد التصحيح يمتد الى مستوى المائة وثلاثة فاصلة مائتين وحتى اللحظة ثبات الاسعار ادنى مستوى المائة واثنين لا يزال يضع الزوج تحت تهديدات الهبوط وإنها التصحيحات والتراجع صوب مستوى المائة فاصلة الثلاثمائة إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار نشاهد زوج اليورو دولار لا يزال يستمر في الموجة التصحيحية الهابطة مقتربا من الدعم الهام جدا ونقطة المحور وهي الواحد فاصلة عشرة آلاف والذي لطالما زوج اليورو دولار يتداول أعلاها لا يزال سيناريو المرجح والإيجابي الصاعد الذي قد يستهدف مستوى الواحد فاصلة 12 ألف على المدى القصير ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي ويدخل الزوج في ظل موجة تصحيحية هابطة عميقة إلا بكسر مستوى الواحد فاصلة عشرة آلاف إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الباوندولار نشاهد الزوج يحاول التخلي عن مكاسبه وإذا نجحت الأسعار بتأكيد الكسر لمستوى الواحد فاصلة 31 ألف قد نشاهد هبوط للزوج يستمر إلى مستوى الواحد فاصلة 29 ألف وسبعمية على المدى القصير وعلى المدى المتوسط قد نشاهد الواحد فاصلة 28 ألف وخمسمية ولن ينهى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة المراكز الشرائية مجددا على الواحد فاصلة 31 ألف إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونشاهد أخواني لعزان الزوج حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغط وبقى الأسعار أدنى مستوى ال 145 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى ال 140 ين وأيضا 134 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد على المدى المتوسط إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد أخواني لعزاء الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقى الأسعار أدنى خط الاتجاه الرئيسي الهابط وأدنى مستوى ال 0.85100 لا يزال يرجح الكفة البيعية الذي تستهدف مستوى ال 0.8700 و 0.82300 ولن يلغى هذا السيناريو ويدخل الزوج في ظل موجة تصحيحية صاعدة إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى ال 0.85100 إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج إذا نجح بتأكيد الكسر لمستوى ال 0.66700 قد نشاهد هبوط يستهدف مستوى ال 0.65100 و 0.62500 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار مجددا على مستوى ال 0.66700 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج لا يزال تداول في ظل الموجة التصحيحية الهابطة ولن تمتد موجة الخسائر إلا إذا نجحت الأسعار بكسر ال 0.61000 حينها قد نشاهد هبوط متسلسل يستهدف مستوى ال 0.60000 و 0.59000 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو التصحيح الهابط إلا بالتماسك أعلى مستوى ال 0.61000 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقى الأسعار أدنى ال 1.36000 لا تزال تضع الزوج تحت تهديدات الهبوط مجددا إلى مستوى ال 1.34500 وأيضا 1.33000 ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار على مستوى ال 1.36000 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديا الملقب بالمجنون ونشاهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقى الأسعار أدنى مستوى ال 196 ين مقابل الجنيل استرليني الواحد لا يزال يلوح بالهبوط مستوى ال 184 وأيضا مستوى ال 170 ين على المدى المتوسط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل ال ين الياباني ونشاهد الزوج إذا نجح بكسر مستوى ال 157.900 قد نشاهد أخواني لعزاء الهبوط صوب مستويات على المدى المتوسط وهي مستوى ال 153 ين مقابل اليورو الواحد وأيضا مستوى ال 148 ين مقابل اليورو الواحد على المدى المتوسط ولا سبيل لإلغاء هذا الضغط البيعي على الزوج إلا بعودة الأسعار مجددا أعلى مستوى ال 158 ين مقابل اليورو الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنية لإسترليني ونشاهد الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 0.82500 لا يزال يضع الزوج تحت تهديدات الهبوط إلى مستوى ال 0.87550 و0.83000 ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار مجددا أعلى 0.82500 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا تركيا ونشاهد الزوج يحاول إنهاء التصحيحات وإذا نجحت الأسعار بالعودة أعلى مستوى ال 34 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد حينها سوف نشاهد صعود يستهدف مستوى 34 ليرا ونصف وأيضا 35 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أخواني لعزاء البيتكوين تحاول إنهاء التصحيحات واستعادة المكاسب مجددا وتقليص ومحوى الخسائر السابقة ولن يتحقق هذا السيناريو إلا إذا نجحت الأسعار بتجاوز وتخطي مستوى الحاجزة النفسي الماثل عند 60 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة باختراق مكتمل الشروط والأركان ما لم لا تزال البيتكوين تحت تهديدات الهبوط مجددا إلى مستوى 52 ألف دولار وأيضا 44 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي نشاهد البيتكوين يقترب من منطقة دعم حامة جدا 222 دولار كسرها كسر مكتمل الشروط والأركان سوف يقود البيتكوين للسلسلة خسائر تصل إلى مستوى 1600 دولار على المدى المتوسط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل ونشاهد الريبل لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 55 سنت لا يزال يلوح بالهبوط إلى 48 سنت وأيضا 40 سنت على المدى المتوسط إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الهامنة الذهب ونشاهد أخواني لعزاء الذهب لا يزال يتداول في ظل الموجة التصحيحية الهابطة ولكن بالمجمل وعلى الصعيد الفني مثلما تحدثنا أن تداولات الذهب سواء صعودا أو هبوطا أعلى مستوى 2460 دولار مقابل الأنصة الواحدة لا تزال ترجح السيناريو الإيجابي وتضع الذهب في ظل المسار الرئيسي الصاعد والذي لن يستأنف مجددا ويخلق أرقام قياسية جديدة إلا إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 2520 دولار حينها سوف نشاهد صعود يستهدف مستويات 2600 دولار وأيضا 2700 دولار على المدى المتوسط ولكن يشترط لتحقيق هذه الأهداف على التوالي هو اختراق مكتمل الشروط والأركان لمستوى 2520 دولار مقابل الأنصة الواحدة ونذكر أخواني لعزاء أننا نترقب بيانات هامة جدا خلال الأسبوع الحالي وهي بيانات التضخم الرئيسية في جلسة الأربعاء لدينا خبر مؤشر سعار المستهلكين ومؤشر سعار المستهلكين الأساسي الذي هو CPI والCore CPI فلذلك أخواني لعزاء قد نشاهد الذهب يتذبذب بشكل أو بآخر ترقبا لهذه البيانات هامة الذي سوف تؤثر على قرار الفيدرالي في الاجتماع القادم بشكل مباشر إذن أخواني لعزاء نترقب هذه المستويات وبإذن الله تعالى سوف نكون معكم أولا بأول وبالمجمل بقاء الأسعار أدنى مستوى الـ 2520 لا يزال يدل على بعض من التصحيحات والتحركات العرضية وأي تصحيح قد يحدث في الذهب سواء على المدى القصير أو المتوسط طوال ما هو يتداول أعلى 2460 لا يزال يصنف كتصحيحات لا أقل ولا أكثر وكحركة صحية للأسعار إذن أخواني لعزاء ومن هذا المنبر أحب أن أوجه برسالة هامة جدا وعاجلة للأخوة المنتسبون معنا في عضوية نخبة المتداولين على قناتي في اليوتيوب أحب أن أبلغكم أخواني لعزاء بزيارة منتدى اليوتيوب الخاص في قناتي لأننا قمنا بتتشين خدمة التوصيات الحصرية للمشتركين في نخبة المتداولين وقمنا أخواني لعزاء بوضع رابط الدخول للمنتسبين فقط في هذه العضوية فأرجو من الجميع التشييك وتفقد منتدى اليوتيوب الخاص بقناتي من أجل الانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بكم والذي من خلالها سوف نزودكم بتوصيات مباشرة خاصة بسلع والمؤشرات وأيضا تجدون خدمة الخط الساخن الخاصة بخدمة المنتسبون في عضوية النخبة المتداولين في قناتي على اليوتيوب وأيضا هناك نستعرض العديد من المميزات أخواني لعزاء ولمن يرغب بالدخول في هذه العضوية الذي قمنا بتصميمها بناء على استبيانات عديدة جدا من حيث السعر المنخفض والرمزي يمكنكم الحصول على التفاصيل من خلال صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي التعليقات إذن أخواني لعزاء سوف نتابع معكم بإذن الله تعالى من خلال فقرة التحديث الصباحي على قناتي في اليوتيوب وهي بمثابة أبديت وتحديث لهذا التحليل إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يحاول أن يقلص الخسائر ولكن بالمجمل بقاء الأسعار وثباتها أدنى مستوى السبعون دولار مقابل البرميل الواحد لا تزال تلوح بالهبوط مجددا صوب الستة وستون دولار واثنين وستون دولار ما لم تستطع المراكز الشرائية بالعودة على مستوى السبعون دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفيضة ونشاهد الفيضة تحاول تقليص الخسائر ولكن بالمجمل بقاء الأسعار أدنى تسعة وعشرون دولار لا يزال يضغط على الفيضة ليعيد الهبوط صوب مستوى سبعة وعشرون دولار ونصف وستة وعشرون دولار ولن تتحرر الفيضة من الضغوط البيعية إلا بعودة الأسعار على التسعة وعشرون دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي إذا نجح بكسر مستوى اثنين دولار فاصل عشرون سنت قد نشاهد هبوط حاد أخواني لعزاء يلغي جميع السيناريوهات الإيجابية وقد يؤدي إلى هبوط الأسعار إلى مستوى الواحد دولار فاصل إلى ثمانون سنت وأيضا إغلاق الفجوة السعرية الصاعدة الذي تكونت في الأربعاء الثامن والعشرون من أغسطس الماضي إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونشاهد أخواني لعزاء مؤشر الداو جونز يحاول إنهاء التصحيحات واستعادة المكاسب وحتى اللحظة أخواني لعزاء قد نشاهد تحركات عنيفة في الساعات القادمة للمؤشرات الأمريكية ولكن بالمجمل مؤشر الداو جونز إذا نجح بتخطي مستوى الواحد واربعون ألف باختراق مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات حين قد نشاهد إنهاء التصحيحات والصعود صعوب اثنين واربعون ألف وخمسمائة ولكن نذكر عن أهمية مستوى الواحد واربعون ألف والذي يعد بمنطقة مقاومة حديدية يلتح معها المتوسط المتحرك المدة خمسة وخمسون يوم كمقاومة متحركة ثانية مما يرفع من أهمية هذه المقاومة إذا نخواني إلى عزاء ننتقل إلى تحليل معشر ستاندرد عن برزة الاسبي فايف هندرد نشاهد الاسبي فايف هندرد يصحح ولكن بالمجمل بقاء الأسعار أدنى الخمسة آلاف وخمسمية لا يزال يضغط على المؤشر للهبوط إلى مستوى الخمسة آلاف وثلاثمائة نقطة إذا نخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل معشر النازدك الأمريكي نشاهد النازدك لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى ١٩٢٥٥٠ قد يؤدي إلى هبوط النازدك صوب مستوى ١١٢٥٥٥٥٥ والذي بكسرها قد تمتد خسائر النازدك اللي تعانق مستوى ١٧١٢٥٥ إذا نخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل معشر رسل الأمريكي نشاهد الرسل حتى اللحظة لعزاء لا يزال يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى ٢١٥٥٥٥ لا يزال يضع المؤشر تحت الضغوط البيعية الذي قد تهو بلا سعار إلى مستوى ٢٠٠٤ وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل معشر الفوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي وصحح وثبات الأسعار على ٨٨٢٢ قد يدخل الفوتسي في محول الخسائر السابقة وععادة استهداف مستوى ٨٨٤٠٦ إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل معشر الداكس الألماني نشاهد أخواني لعزاء وعودة المراكز الشرائية علىها أما كسر مستوى ١٨٢٠ قد يقضي على الآمال الإيجابية بالكامل إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل معشر الكاك الفرنسي نشاهد الكاك لا يزال يتداول تحت الضغط وبقال أسعار أدنى ٧٦٦٠٠ يرجح الكفة الهابطة التي تستهدف ٧٢٢٢٠ وما دونها إذن أخواني لعزاء تلوح بالهبوط إلى ٣٥٠٠٠ وأيضا ٣٣٠ على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة المراكز الشرائية على ٣٧٠٠٠ إذن أخواني لعزائلا هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من أطيب التحيات وفي أمان الله